أمس عرضنا تقرير عن المواطن الكويتي اللي تم منع سافر على ثلاث دنانير وعلى 120 اليوم ياني توضيح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أخونا المستشار أنور العنزي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل يالت المخرجة عطينا التقرير اللي عرضنا أمس وجه لي رسالة الأخ بحمد السلام عليكم منذ ثلاث سنوات أوقفت منع السفر للكويتيين أقل من مبلغ 100 دينار وخصوصا لشركات الاتصالات وعدكم بالتحقيق في الموضوع إذا قمت بعرضه واتخاذه اللازم واعتذر عن ما حصل على مستشار أنور العنزي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل مستشار أنور على راسي من فوق ونشاكر لك على هذا التوضيح يعني اليوم منع السفر على موضوع الاتصالات والأقل من 100 دينار ماكو منع السفر هذا توضيح من المستشار أنور العنزي شكي أشكر وأيضا كانت هناك رسالة عن موضوع قضية التقرير اللي نشر استاذ محمد السلام عليكم لقد تم عرض موضوع منع السفر أن أحد المواطنين بسبب مبلغ 3 دينار و125 فلس وبعد الرجوع إلى ملف الأخ صاحب الشكوى تبين أنه ممنوع سفر بالمبلغ المذكور بسبب عدم سدادة لإدارة الرسوم القضائية وهو ما العام يتوجب سدادة لخزينة الدولة ولم يكن بسبب مديونية لشركة الاتصالات كما ورد في برنامجكم المحترم مساء أمس وذلك لأن الإدارة العامة للتنفيذ اتفقت مع شركات الاتصالات على عدم منع أي مواطن من السفر إذا كانت مديونة أقل من 100 دينار كويتي وقد أرسلت لشخصكم الكريم رسالة بالأمس إلا أنني أعتقد أنك لم تنشر إلى ضيق وقتكم ونأمل منكم الإشارة إلى هذه الرسالة لتوضيح الأمر للإخوة المواطنين ولزالة ما يكون قد التبس على الأخ الشاكي وقناتكم الموقرة وتقبلوا وخلص الاحترام أخوكم المستشار أنور العنزي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ أشكر المستشار أنور العنزي على هذا التوضيح الفيديو الذي تم نشره هو ليس لشركة اتصالات إنما لرسوم قضائية ورسوم القضية واجبة التنفيذ حتى لو كانت على الدينار وأنا شاكر على هذا التوضيح والحمد لله اليوم صار أمر واضح شركات اتصالات أقل من 100 دينار ماكو منع السفر مشكور على هذا التوضيح وهذا التعاون اللي نبيه بيننا وبين المسؤولين في الدولة أيضاً رح نظهر تقرير اعتبره جريمة بيئية جريمة بيئية